ونختم الآن مع قلم الشعر المتميز والمبدع الأستاذ محمود القلاف فليتقدم محفوفاً بالصلوات على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبارك لكم هذه المناسبة العظيمة عادها الله علينا إن شاء الله في أفضل حال إن ذكراك حين مرت خلالي أججت في رجفة الأوصال إن ذكراك حين مرت خلالي أججت في رجفة الأوصال منحتني الوجود في عالم الإمكان من بعد ضيعتي في المحال وارتقت بي كفاك للنور لما أبدعتني وزخرفت صلصالي حين أدركت أنني النقص سافرت إليك ابتغاء وجه الكمال أعبر الليلة والضماء مستبد مستعينا بضوءك الشلال راجلاً جزت والخيول تثير النقع حولي في غربة الخيال جذوة الشوق أوقدتني إذا ما مر قطوي أوقدت شوق الرمال هكذا طبع مهجتي حين أهواكي يضيء الدروب وهج اشتعالي كلما تمتم الفؤاد يا زهراء أسرعت في خط الترحال والصحارة توردت إذ أنادي فاطم فاطم وبان منالي أطعميني خبز الخلود فإني أتلاشى بجوع هذا الزوال أطعميني لو نظرة ترحم الروح إليك امتدت أيادي سؤالي أنا أنا مسكينك الذي يطرق الباب وتدرينا يا بتول بحالي المفاتيح في يديك وحالت عن عبوري قساوة الأقفال ولساني يكل في حضرة القدس ولكن تحدثت آمالي صحرت روحي الندوب فرشي فوق هذا الجفاف غيث الجلال صحرت روحي الندوب فرشي فوق هذا الجفاف غيث الجلال كلما تأسر الخطايا كياني حررتني الزهراء من أغلالي كلما تأسر الخطايا كياني حررتني الزهراء من أغلالي إن تعثرت في الظلام تمدين الفيوضات رأفة لانتشالي إن تعثرت في الظلام تمدين الفيوضات رأفة لانتشالي وأنا الصفر في الوجود يا زهراء جودي وكوثري مثقالي كيف أرضيك يا رضى الله إني حين أرضيك لست لست أبالي لست أبالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صل على محمد وعلي محمد لا فضفوك ووفقك الله لمدح الأمين وأهل بيته الطاهرين